السلام عليكم لبنات المتتبعات ديولي كاملين كديرين لبس عليكم كانت منه ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي مع فيديو جديد وفي الوصفات الصيفية كيف مطلبتو في اخر فيديو شاركت معكم ديال بانيني بانيني اللي كان حتى هو اقتصادي لبنات والساهل وعجينة دياله يعني ما كتخمرش كتخلي عشر دقايق ترتاح كتشكليم وكيطيبو فخطراب لفران كانو صار حاجة ورائعين بالنسبة اللي ما شفتم سنخلي الرابط ديالهم تحت من هاد الفيديو في صندوق الوصف كي يستحقوا تجريبة اليوم ان شاء الله جبتليكم طاكوس منزلي كي يجي رائع الخبز دياله كي يجي الديد سهل اما الحشو فكي يجي بنين اقتصادي مع شلادة هكا بخضيرة باردة وعاصر منعش وقتصادي ووصفات اللي ان شاء الله غد يعجبوكم وإلا بغيتوني نكتر لكم من هاد الوصفات كتروا لي من لايك هات كتروا من لايك على الفيديو وخليوا تعاليكم عشانو الاقتراحات قايع علي تبغيوني نستارك معاكم انا في هاد الايام اترك ان نوع عليكم هكا في اقتراحة ديالغضاء لها كي يكونوا عبارة على صندويشات شليكتات عواصر شي حاجات صيفيين ساهلين سريعين و اهم حاجة يجيو رائعين ان شاء الله هالتاكوسيلا جربتوه غادي يعجبكم او اللي جربت وترجعت خليلينا في كومنتاغ وما تنسونيش من تشجيعات ديالكم وتعاليكم زوينة المحفزة هنا يا لبنات غنبدو بالعجينة هي اللولا هنا الكيميية ديالتقيق انا اعطاكم بالضبط حل خرجاتلية تقدرو تدروغي النص ديالتكيمية لا بغيتوها كتدروغي شوية القياس ديالكم مصافي هنا يا لبنات انا عبرت خمسة ديال الكيسان ديالتقيق الفورس يعني انسكيلو خمسمية قرام ديالتقيق ولكتعبره بالكيسان زيت عليهم هنا خمارة وحدة ديال الحلوة وغادي نزيد عليهم هكا تقريبا واحد تصم عالقة صغيرة ديال الملحة هنا يزيت زيت النباتية كن عبر ثلاثة لمعالقة تكبار ديالتقيق وغادي نضيف معالقة صغيرة ديالتكار سانيدة بالنسبة لها التاكوس هذا غنعجنوب الحليب بالحليب دافي غنعبر معاكم الحليب بالكاس ديال العنبال اللي عبرت به دقيق هو اللي غنعبر به معاكم الحليب ويمدرت الكاس اللي اول دافيها البنات باش تفاعل لنا هذيك الخمارات الحلوة وحتى العجينة دياله وكتجي رطبا من الاحسن ماشي يعني سخون غي انا كان عندي فتلاج فهرس لي ذلك البرودة دياله ودفيته شوية وصاف لكن عندكم الحليب بحرارة المطبخ تقدروا تعجنو به نيشان مو يمنعي كنجمع العجينة بالحليب بالنسبة اللي غتبغي التاكوس اقتصاد غي بالماء رفيتم شاركها معاكم وتبارك الله ما شاء الله دير نسبة مشاهدة عالية هنا الاعجاب ديال بزافت الناس وجربوه وجا جوا في سعالي قزوينة بزاف انخليلكم حتاه هو الرابط ديال وتحت من هالفيديو راي شاركت معاكم العجينة والعمارة وكانت العجينة غير بالماء انا قلت ننوع لكم شوية وصراحة العجينة ديال الحليب كجي لديدة وكجي النتيجة ديالها زوينة بزاف مهم هنا بعد ما جمعت العجينة جوش كيسان ديال الحليب دا فيه كافين بيجي جمعوا لي العجينة ديال خمسات كيسان ديال تقيق الفورس كيف مشتور مقادر را عطيتها لكم مضبوطة ان شاء الله غينجح معاكم بعد ما كدلكوه واحد شوية كنديرو في واحد الإناء كنغطيه وكنخليه يرتاح احنا اصلا درنا في غي خمارة الحلوة فما غاديش يخمر غير يرتاح هانتوما من اللي ارتاح شوفوا را كيتل عوحد تبويقات صغار من الفوق كتعرفوا العجينة ديال كومرا ناجحة غي كدلكوه واحد شوية والعجينة خاصة تكون شادة فراسة ما تكونش مرخوفة باش ينجح معاكم ان شاء الله را كنحاول نطرق التفاصيل كاملة باش ينجح معاكم انتو مشوفوا اللي بنات العجينة كلها مبوقة مهم هناي بالنسبة لهالكيمية انا اللي ادرت انتوما قسموا بغيتوا الكويرات صغار كبار اللي بغيتو انا قسمت الكويرات بحجم متوسط مهم اغلبية ديال هالكيميا ديالتقيق غتخرجوا ما بين عشرة ولا اتناشر قريصة هذا هو القياس دعم مش يجيكم تاكوس الخبيزات اللي غادي جيوكم التعمار ميجيوش عود صغار تخرج منهم العمار المهم هنا كيف ماشتوا انا لبنز راني درت عشرة ديال لقريصات تقدرو انا كبرتم شوية تقدرو ديرو حتى 12 قريصة من هاد الكيميا ديال العجينة ويلاجاتكم كتير ديرو غين نص الكيميا ديالتقيق ديرو غين 250 قرام خليتوا مرتاحوا شوية هكا غي باش يعطونا الطعف التقريص وصافي انا ياخديت شوية ديالتقيق الفورس ومدلك صافي وكن بدون بسطو اهم حاجة توراقة تبسطو العجينة جيدة لانها ديالتقيق الفورس وكباتيولو وكباتيولو عبر ورقاتيولو قطرة بضع راني ديالتقيق م الجنب سوف نرشها بشوية ديالتقيق من الفوق وكن نعود بنفس الكيفية لقيصة تقريصية واحده اخرى دائما الناس تنسفتو ستعنوا بالدقيق معاها كالعجينة ديالتقيق شوية حتى بسطو وحده مرتاح شوية ديالتقيق اذا كان ينبهكم باش هكا ما تلسط ليكم الكوائرات من يتبسطوه مرتاح شوية مرتاحي باش حتى بيناتهم من تطقيق الشو اضع العجينة اضع العجينة اضع المقلة لقد اخذت المقلقة تقليح كبيرة و ليس لحواشي سوف نضع الطيب و كيف تقليب فيها و كيف تقليب فيها مع التقليب يظهرون بواقات صغرين و كيف تقليبون البنات يجي نجحة و يجي رائع أهم حاجة للبنات أهم حاجة هي الطريقة و التبع الخطوات و هنا هي البنات البطارة على عفية متوسطة و ليس مجهدة و ليس مهلة مقتولة تبقى تكرم لكم العجينة فوق المقلة متوسطة تبقى تقليبوه كيف يجي الخبز ناجح و مع معجون بالحليب رجابنين كي يجي رائع لا في المادق و لا في شكل كيف تقليبوه نفس طريقة على عفية متوسطة كيف تقليبوه و ضروري حتى تكملوا التوراق كاملين عد بدأوا طيبوه لانهما البنات الرضغية لا يشدوه لنا الوقت و تنفخ العجينة منفوخة و مبوقة من الوسط صراحة ناجحة و سهلين و بالنسبة لي كتبغي توجد طاكوس و كل شي في الدار و لا يشدوه و لا تحتاجين لنا لن يمكن أن أحساب من المقلاء من المقلاء من المقلاء مباشرة منفوخ منديل و تغطيهم بمنديل لكي يصحون الصحدي و السخونية يستمعون و يستمعون و تشكلهم كما أريد من المقلاء لبنات من المقلاء لبنات و تغطيهم بمنديل تجريها من الأمام ونقوم بعمل الخبز ونجد العمارة لدينا العمارة ونقوم بمصدر ججاج ونقوم بمصدر ججاج ونقوم بمصدر ججاج ونقوم بزيت الزيت الرومية المصلاة المغربي لتججاج وكفتات القلمة لنضع التوابيل في الويل تغيز زويتا بوحدة لنضع البنزحل المغربي لكفتات المجمد لنضع التوابيل ثم نضيف التوابيل نضيف التوابيل كامل نضيف التوابيل نصف معلقة صغيرة خرقم البلدي تحميرة معلقة صغيرة عطرية شوارمة شواء كمسك في الماضي قزوين معلقة صغيرة معلقة صغيرة وصف الحرية وصف الحراء لنشرم هذه الأشياء لنشرم بودرة شواء ماضي قزوين لم اتوفرت لي سنشرم تجاج والكفتة والتوابيل دخلوهم الطياف والتي تستخدم في التوابيل هنا قليط الفريز و الحشوة التي اجدت معكم الفريز عادي سوف نعمر معكم طاكوس هنا بالنسبة لصوص جاهز متوفر اي واحد يقدر يأخذه هنا هو صوص كيتشوب و صوص الجغيان هذا صوص الجغيان الذي نأخذه من بمشي صوص الجغيان في المحلات الكبيرة الجغيان صغيرة مكتوبة في الجغيان في العمارة التجاج والكفتة و البحث يطوي تحضرنا المحلات العادي حجرات تجد و مجرودت تقسم موال أهم حجم ثم تغطيه حتى يأخذ المحافظة وتبقى محافظة على الارتوبية كيف تحضرنا و سوص الجغيان يحضر البشر في الفرمج يحضر البشر و الفريط يحضر البشر يحضر البشر شاركت معكم في الفيديو سأشاركت معكم فيه بانيني بلعجينة خضراء هذا من موقع وادوكس سأشاركت معكم المعلومات وسارعه بخوموس يوائر وفيها جوش الالوال البيض نقص فيه الثامن اترككم حسين المعلومات في صندوق الوصف اذا سرحكم موقع وادوكس من احسن المواقع البنات المناجي جودة عالية برده بالخضراء كيف تردون خضراء اترككم اترككم مقطعها مربعة صغر خيارته هو مقطعها مربعة صغر بوطة الطون تصفيها يجب أن تضعها قليلاً اترككم قليلاً اترككم قليلاً اترككم اترككم ماء اترككم قليلاً اخبركم ماء تصوص ماء هذه المنزلة من السماء في الحمودة تقوم بتحضير القيص من تلاجة تبرد منعشة و ديدة و اقتصادية و مكونات بسيطة و نجد معكم عصير تهوكي منعش و يتم تبارك الله كيمية كثيرة يوجد و لديه خوخات و ثلاثة و البانان و الليمون و أقوم بصدرات مستعمال و المكونات و يتم تبارك الله كبير و يتم تبارك معهم فى خوخات و يتم تبارك بصدرات عصر و أقوم بمتابة أم بانانة هذا العاصر يعطي كمية كثيرة منعش و عائلة صراحة العائلة و يأتي الديد و يأتي خاتر و بنين الماء تقريبا اعطروا المبارد إلى جيتوها تقيل بزاف زيدوا المبارد أصلاً كان الفوكه كثير كان خزوك الخوخ البانان كل شيء يختر العاصر صافيك فيما شتوه خزوها درتوه بالمدية للي سلقتو به صافي بالنسبة للسكر تقدرو تحليه بالعسل اللي بغيتوه يبقى صحي مياه في المياه عسل يكون هاكا طبيعي ما بغيتوهش فأنا درت تسكر لوليداتي و صافي المهم أهم حاجة ذو كل الفواكرة ومصحيين و عصر كي يأتي منعش و زبين صافي غادي ينطحن و كيف ما قلت لكم بالنسبة لبالكم تقيل زيدوا الماء خففوا شوية ما يجيش تقيل بزاف صافي تبارك الله عفتور اعطاه حتى الجوش يطرو ديال العاصر اللي اعطاه جا منعش والديد وهذه الغديوة ديالنا الصيفية عاصر منعش و اقتصادي وبكمية كثيرة شوية البنات هي سهلة اقتصادية و منعشة صراحة هاد الشيوات هادو هم اللي كانحتاجون بكثرة في الصيف و كانبغيون نوع فيهم الوليداتنا و الخريجات و شحل من حاجة مهم اللي اعجبوكم هاد الاقتراحات و بغيتو نزيد نوع عليكم من هاد صندويشات و شوية و عواصر خليوا لي في التعليق هكا هي باش تجعوني نزيد نعطيكم من هاد الوصفات بالنسبة لطاكو سراجة رائع و ضروري سوف نقسمه معكم بشوفو من الداخل كيفاش كيجي حسا لابات كيجي خفيفة و زوينة و قولي عنداش مشكل مع الحليب و لما بغيتش تديرهم بالحليب فحتى بالمرة كيجي و وارين هتلقاوا الرابط دي لعجينة الطاكوس بالماء هتلقاوا هالبناتش تندقلو و ستدخلوه شوفوا الطريقة بالنسبة الاخوات اللي ما شافوهاش احنا يغلن ناخد طاكوس احتى لبنات الطاكوس ركيجي تبرك الله حجم كبير كيجي بحل ذاك الطاكوس اللي كنشريو من على بره الحجم ديالو كيكون هكا كبير و غي واحد فاناولي ذاتي هاد طاكوس واحد ما كملوش والله الاغي النص ديالو لانا كيكون تبارك الله عامر و كيكون كبير يعني فتبارك الله غا واحد كيشبع صافي هنا يشوفو كيفاش كيجي من الداخل كيجي عامر كيجي في هكا طبقة ديال الصوص و ديال الفرماج لدينا صندويش و طبقة ديال الفريت باي نوعه الطبقة اللي درت ديال الكفتة و ديال الداج كيجي في واحد المدقة رائع كيف مشروع ما فيش بزاف ديال اللي صوص و بزاف ديال التعقيدات كنتمنا ان شاء الله تعجبكم الوصفة و تجربوها و اللي جربتها ترجع تخلينا في التعليق باش تشجع الاخوة و تجربوها هنا غيسل الفيديو ديالي معاكم و هنقول لكم اسلام عليكم تلقوا فيديو جديد ان شاء الله